مشاهدين مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تراندين الشرق نيوز شاهدنا جميعا هذا الفيديو منذ أيام وأحببنا هذه الفتاة الجميلة الفيديو حقق مشاهدات فاقة العشر ملايين الكاف عبر حسابها قالت مرحبا بالجماهير ونطلب منكم مساعدتنا في الوصول إلى هذه الفتاة كيش باب الحال كيش باب ستان نذهب إلى تعليقاتكم على هذا الفيديو يقول ريضا بعفوية الأطفال حصلت على يوم سيبقى محفورا في ذاكرتها تعليق آخر يقول هذا تعليق وأظنه لمشجعة إفوارية الشيء الأكثر لطافة وجمالا رأيته أبدا تبدو جميلة ورائعة أيضا إنزو يقول شكرا للاهتمام بهذه الطفلة قد يلهمها لتكون ناجحة في المستقبل بطموحات لا حدود لها معنا تعليق آخر يقول ديدين من كان يتصور أن بطولة الشان ستكون بهذه الروعة والله دورت الشان الجزائر 2022 أفضل بكثير من دورات الكان شكرا الجزائر حياة نهال تغيرت فما حدث خلال رحلتها من ملعب ميلود هدفي بوهران وملعب نيلسون مانديلا بالعصم غير حياتها كليا من كان ذا حلم وذاق به المدى فليحمه واليحم أيضا نفسه من حلمه كان هذا يوما لن تنساه طفلة نهال طيلة حياتها خاصة وأن أشبال أبو قر أطاحوا بالفيلة الإفوارية وسيكون هذا موضوعنا الثاني في تريندين شروق نيوز البارحة كانت ليلة حافلة ليلة عدنا فيها إلى ملحمة 2019 أين قاد بالماضي الخضر في مواجهة لن ينساها الجزائريون ولا الإفواريون وانتهت بهزيمة الفيلة البارحة كانت المواجهة بقيادة مجيد بوغرة محاولة البداية رسمت أملا في أداء يتحسن إلى أن خرج الحارس جندوز من مساحته الخاصة وأطاح بهجمة حاسمة ليكون مصيره البطاقة الحمراء التي أسل الدموعه في هذه الصورة بطاقة حمراء أخرى يتعادل من خلالها المنتخبان في عدد اللاعبين نهاية الشرط الأول لا جديد يذكر فالتعادل السالب يزيد من حماسية المباراة وكأن الكوتش بوغرة ألقى على اللاعبين بين الشوطين كلمات كانت الدافع الأولى لتسجيل ركلة جزا أي من محبوس لم يكن مترددا ولا خائفا وكأن تدريباته كلها كانت من أجل البرود الذي نراه في هذه اللقطة التاريخية الجزائر الآن في المربع الذهبي والجزائريون يعبرون في التعليقات عن آرائهم في هذه المباراة من التعليق الأول يقول أيمن إن شاء الله تأهل للنهائي والتتويج باللقب القاري ليصبح منتخب الجزائر للمحليين خزانا للمنتخب الأول أما عفيف فيقول والله في الحقيقة بوغرة يقنعني تكتيكيا أحسن من بالماضي معنا تعليق آخر يقول طرد الحار الصحيح أما طرد اللاعب الإذواري نوعا ما قاسن هذا رأيه وهذا التعليق يقول نتمنى من الاتحادية الوطنية أن تقوم بإنشاء أكاديميات على مستوى الولايات لتكوين اللاعبين المحليين للرفع من مستوى كرة القدم مستقبلا لمواكبة التقدم الذي باشرته الحكومة في المنشآت الرياضية هذا الفيديو يعبر عن فرحة اللاعبين بعد الفوز لمشاهد الفيديو بعد هذا الفوز ما عسنا إلا أن نكرر قول مفدي زكريا وللمجد رحنا نسوق السفينة إلى الموضوع التالي البارحة في القدس والقدس تعرف نفسها فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين سقط في حي النبي عقوب شمالي القدس خمسة قتلى من الكيان الصهيوني في عملية إطلاق الناري بعدها بدقائق أعلنت هيئة بث الاحتلال عن مقتل أحد منفذي العملية أما صحيفة معاريف العبرية فتبعتها بخبر مفاده ارتفاع عدد القتلى إلى سبع لتزيدها هيئة بث الاحتلال رقما في حسابها فيصبح الضحايا ثمانية هنا دخلت شرطة الاحتلال على الخط ونشرت صورة هذا السلاح المستخدم في العملية هذا المسدس الأسود الذي تشاهده الآن بعد ذلك بدأت الفيديوهات تنتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن فلسطيني يطيح لوحده بثمان من المستوطنين فهل تسكت أمريكا؟ طبعا لا خارجية بلاد العمصام تدين الهجومة وتؤكد التزامها بحفظ أمن الكيان الصهيوني وقالت بأن بلينكين سيزور المنطقة رغم الحادثة الفلسطينيون هنا لم يبالوا بشارط الأخبار بل خرجوا إلى الشوارع يحتفلون كل همهم أن بيتا شعريا تجسد على الواقع فيرجع الجند خطوتين فقط ولكن القصد أنهم رجعوا أرض أعيدت ولول ثانية والقوم عزل والجيش مدرع شرطة الاحتلال هذه المرة على لسان مفوضها العام تقول عملية إطلاق النار في القدس تعد من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة هذا وزير الأمن القومي للإحتلال وصل إلى موقع إطلاق النار بعد ساعتين من الحادثة لكنه بوصول هذا لن يعيد الموتى إلى الحياة ومن جرأة هيئة بث الإحتلال أنها نشرت هذا التصريح منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس والشرطة الإسرائيلية تقول أنه كان بمفرده بعد دقائق يصل من؟ يصل نتنياهو إلى موقع إطلاق النار ولم يعد من جنده الموتى أن يحين بوصوله هذا تجند الكيان من أخمص جنده إلى قبعته نتنياهو والإنجاز كان اعتقال والد منفذ العملية في القدس تخيل وهذه دموع المستوطنين تنساب حزنا بينما يحتفل الفلسطينيون على الجهة الأخرى لكنها ليست كدمع أرملة الشهيد ودموع أرملة الشهيد مخضب بالشوق أشرف من نشيد الدولة انتهى التريندين